السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب رابعة ابتدائي ركعت لكم تاني مع لسن 3 من يونت 11 من هتكون نكت الترم التاني بعنوان رود سيفتي برنا اول حاجة اللي في قابلات بتاعنا شاب اسمه يونج مان يونج مان الموتسيكل اسمه موتور بايك موتور بايك مكان عبور المشاه اسمه كروس ووك عارفين الشرط البيضة اللي بتبقى في الطريق بالعرض دي او بتبقى ساعات بيضة تبقى ساعات بيضة صفرة هي دي اللي اسمها كروس ووك اللي هو المكان المخصص العبور المشاه مصدوم اسمه شاكد 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 نصيحة قوية سترونج ادفايس سترونج ادفايس سترونج ادفايس سترونج ادفايس سيئ يعني باد خطأ رونج طبعا الو بعدها ار مش بتتنطق اي و بعدها ار مش بتنطق فقول ايه رونج على طول رونج رونج صواب او صح طبعا ال جي اتش بعداتي فمش هنطق ال جي اتش قلتلك لو جي اتش بعداتي ما بتتنطقشي لو جاب لها ار اي ما بتتنطقشي لو جاب من الاي والتي برضو متتنطقش شيق ممل بورنج يجب ان مصد مصد ولكن مستشفى ممكن اقول ممكن اقول ممكن اقول الاتنين تصح برضو عشان ما حنتش يقولك ده صح وضغط الاتنين تصح بس بتتنطق كده في بريطانيا في امريكا لما تلاقي حرف تي بين حرفين متحركين في امريكا بنتقوها دي زحام اسمه كراود قلنا قبل كده ال او و ال او و بتنطق دايما او فهو ليه كراو تصادم كراش حلم او يحلم يدفو قوقع او حلزون سنيل مطر رين شاحنة الافعال بتاعتي وارك واركت واركت مش واركت واركت كول يتصل كول معناها يتصل او ينادى او يسمى لا يتصل او ينادي بس كولد هي اللي معناها اتصل او نادى او يسمى يعني اقولك ايه ام كولد شريف انا اسمى شريف فكولد بتيجي الماضي بتاع كول وليها معنى تانى اللي هو يسمى او يدعى اسمه كزا الماضي بتاعها ليرند فالو يتبع او يتبع الماضي بتاعها فالود فالو فالود تطلب بقاءة قلتلك قبلك قبل كدة لما أتلاكي بقضاها وار بنت hunt ايه ففا ل Ray الماضي برضو في Filip feel felt understand understand understood where war where war تدير الماضي بتاعها war be careful يعني خلي بالك او احترس اقول لك مثلا be careful there's a car behind you خلي بالك في عربي وراك in a hurry يعني في عجلة من امره او مستعجل ما اقول لك مثلا ايه please i am in a hurry انا في عجلة من امري مستعجل يعني مش فاضي too fast يعني سريع جدا cross the street يعني عبر الشارع cross the street يسقط fall over fall over fall over you read and want to برضو want want الوحدة بيجي بعدها اسم want to بيجي بعدها فعل في المصدر برضو زي need برضو الوحدة بيجي بعدها اسم need to بيجي بعدها فعل في المصدر فقال لك مثلا i want a cake i want to eat a cake take notes يعني يدون ملاحظات او يسجل ملاحظات call for يعني يستدعي call for طيب نيجي بقى على القطع بتاعتنا بيقولك be careful on the rods خلي بالك او احترس وانت على الطرق mazin and dalida are brother and sister mazin و dalida اخ واخت they love their school بيحبوا مدرستهم جدا their teachers are very kind والمدرسين بتاعهم طيبين جدا معهم he is a young man he works in the city شغال في المدينة and he goes to work by motorbike قلنا وسيل المصدر طبعا بتاخد buy وطبعا he مفرد فبتاخد الفعل zs او is او is ولان go منتهي بo فحطت له es ده في المدرعة البسيط طبعا طب ليه استخدمتم مدرعة بسيط لان دي عادة بتحصل على طول فقلنا العادات او الحاجات اللي بتحصل على طول باستخدم معاها مدرعة بسيط فقال لك شغال في المدينة وبرضو works نفس الكلام هو لان دي عادة فاستخدمت معاها مدرعة بسيط وحطت له s عشان الفعل he كان مستعج للصبح وهو راح شغله مازين ان داليدا وداليدا دايما بيروح المدرسة سوا they cross the road add the crosswalk اللي هي الاشارات اللي تلك العلامات اللي بتبقى بالصفر بعرض الطريق دي فابقول لك هما بيروح المدرسة وبيعدوا الطريق بيمشوا من على ممر المشادة today النعرضة they walked to the crosswalk and waited for the cars to stop عدوا من على واصلوا لحد معابر المشادة وفضلوا واقفين لحد ما يستنوا العربيات كلها تعدي then وبعدها they walked into the road وبعد كده بدأوا يمشوا على الطريق today mason walked to the middle of the crosswalk mason ماشي على منتصف crosswalk وصل لحد النص هنا then hany draw through the crosswalk وبعد كده هاني اما عدي من على ممر المشادة بسرعة جدا انه زي ما احنا قلنا كان مستعجل ومتاخر على شغل وبدأ he didn't stop because he was gone too fast طبعا مقدرش يوقف لانه كان طاير بالموتسيكل زي ما احنا بنقول كده كان ماشي بسرعة جدا because طبعا قلنا قبل كده معناها لان او بسبب يجي بعدها السبب فالسبب انه هو موقفش انه هو كان ماشي بسرعة جدا mason fell over he was very shocked وحصل له صدمة الصدم يعني من اللي حصل لانه كان هيخبطه dalida was scared dalida كانت خايفة جدا but she wanted to help her brother ولكنها كانت عاوزة تساعد اخوها hani stopped to help mazin hani وقف عشان يساعد hani stopped to help hani وقف عشان يساعد mazin wanted to go to school but he hurt his leg mazin كان عاوزة يروح المدرسة ولكن وقع رجله طورت hani called for an ambulance hani تصل له بعروية اسعاف mazin is now at the hospital with his mom and sister ومازن دلوقتي في المستشفى مع امامته واخته hani is feeling very bad وhani دلوقتي حاسس بالزنب وحاسس زعلان من نفسه جدا بسبب اللي هو عامله ده طبعا الاحداث كلها حصلت في الماضي فعشان كده كل حاجة موجودة عندك they walked they waited drove was wanted stopped wanted wanted hurt is called فكل الاحداث في الماضي لان كل الافعال في الماضي لان كل الاحداث ده حصلت في الماضي فاستخدمنا معها ماضي بسيط طب هنا استخدمنا ماضي مستمر لانه هو دلوقتي حاسس بالزنب يعني الحاجات ده حصلت الصبح دلوقتي احنا اخر النهارة فهو دلوقتي في المستشفى مع مازن وحاسس بالزنب this feeling very bad وحاسس بالزنب تمام طيب قالك بقى سيدي احنا استخدمنا قبل كده او خدنا قبل كده shot قلنا shot بتعبر عن النصيحة طيب لو نصيحة قوية باستخدمها مش اكتر من نصيحة باستخدمها لالزام اكتر فاقولك مثلا shot study hard انت لازم تذكر كويس او المفروض تذكر كويس انا بنصحك وانت حر مست للالزام شوية فانا بلزمك بحاجة او بجبرك على حاجة وبرده بيجي بعدها فعلة في المستر زي shot بالزبط بس shot معناها يجب للنصيحة مست معناها يجب بس للامر يعني الاثنين شبه بعض بالزبط مست زي shot زي ما قلتلك shot بنصحك بحاجة انت حر عملتها ما عملتها يوم المست بيجبرك على حاجة او بلزمك على حاجة shouldn't يعني المفروض متعملش كذا mustn't برضه يعني متعملش كذا mustn't في ناس بيقولك ايه معناها مش لازم لأ هو mustn't معناها لازم ما تعملش ايه الفرق لو قلتلك مثلا انت مش لازم تذاكر معناها انت حر عايز تذاكر تذاكر مش عايز ما تذاكرش او ملا يوغلك يوم mustn't مثلا watch tv انت لازم ما تتفرجش على التليفزيون فمست معناها لازم ما تعملش حاجة لازم ما تعملهاش مش لازم تعملها مش لازم تعملها يعني أنت حر عايز تعملها عاملها مش عايز ما تعملهاش قمالها مش لازم تعملهاش قصدي معناها أنك لازم ما تعملش ده فأقول لك يعني ممنوع تتفرج على التلفزيون أنت لازم تذكر والاتنين بيجوا عدوهم فعلة في المصدر زي شود وشود أنت بالزبط برضو بيجوا عدوها فعلة في المصدر فأنا رأي لك إيه إحنا لازم نسمع الأول نشوف فيه عربات جاية ولا لأ قبل من نعد الطريق you mustn't run on the road أو عتجري على الطريق mustn't لازم ما تجريش على الطريق قال لك mustn't دي اختصار لمust not طبعا ليا إن أباستروف تي دي هي هي هيها not زي isn't و aren't و don't و doesn't وكلهم برضو أي حاجة إن أباستروف تي هي هي هيها not يعني لا أو بيستخدمها في النفلي طبعا قال لك when we take notes لما تيجي تدوي الملاحظات أو تساج الملاحظات we don't write the complete sentences ببنكتبش جمل كاملة we write important words بنكتب الكلام المهم بس في الكلام يعني مثلا أنا بشرح دلوقتي لدرس الثاني أو الدرس الثالث فطبعا عاد أقول لك كلام كتير قوي في حاجات أنت عارفها مش جديدة بالنسبة لك وفي حاجات بالنسبة لك جديدة هتاخد أنت بس الحاجات المهمة أو الحاجات الجديدة بالنسبة لك أو المعلومة اللي أنت من كنتش عارفها وعرفتها لأن معظم الحاجات دي إحنا خدناها قبل كده كتير فأنت بتيجي تدوي الملاحظات عشان تلحق تكتب كل حاجة فبتاخد الحاجة المهمة بس في لما قلته هو ده معنى كلمة أنك إنك تدوي الملاحظات طيب لكنها سيدي listen for cars طيب use the following notes to make complete sentences using must أو mustn't cross crosswalk we must we must cross crosswalks نعدي من على معبر المشا we must cross crosswalks يعني كتب بعدها we must cross بيجي بعدها فعلة في المصدر وبعدين crosswalks أو on the crosswalks من على معبر المشا أو الطريق المخصص المشا don't run roads عايزين mustn't we mustn't run طبعا ما ينفعش أقول mustn't don't ما فيش الكلام ده طبعا mustn't أصلا نفي خلاص فاشيل don't دي we mustn't run on roads we mustn't run on roads لازم ما نجريش على الطريق wear seatbelt in car يبقى we must كل اللي عمله نحط في الأول بس we must احنا لازم نلبس حزام الأمان في العربية وكمل الجملة عادي هي جملة كاملة أصلا wear helmet on bike برضو we must أو you must احنا لازم أو انت لازم you must wear helmet on bike طيب you must cross ولا crosses ولا crossing at the crosswalk قلنا must طبعا بيجي بعدها فالف المصدر يعني فعلا مش محطوط له أي حاجة فأختار cross we mustn't ولا must ولا should run on the roads طبعا we mustn't احنا لازم ما نجريش على الطريق must يعني لازم نجريش على الطريق و should معناها المفروض نجريش على الطريق وطبعا لدي تنفع ولا تنفع يبقى ايه we mustn't we must follows ولا followed ولا follow must بيجي بعدها يا شباب بالزبط فعلا في المصدر يبقى اختار الفعال اللي مش بحطوط له أي حاجة we must برضو listen or listens or listened بيجي بعدها يا شباب must برضو فعلا في المصدر طب mustn't بيجي بعدها برضو فعلا في المصدر طيب بعد كده يا سيدي جايب لك بقى CR و TR CR طبعا بتنطق CR CR زي كلمة هي crash 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 crosswalk crowd crash crosswalk CR CR قلنا بتنطق فيها سنة تشين خفيفة كده truck 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 طب لو قلت truck غلط لا والله مش غلط ولا حاجة truck عادي خالص أو truck truck tram 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 train 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 بس ما تقولش train ما تبقىش شين تقيلة قوي وما تبقىش train كده يا فهم يبقى فيه سنة تشين خفيفة كده قوليه train 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 طيب diphthongs بقى او الصوتين المتحركين اللي بيجوا ورا بعض او مع بعض قالك a complex vowel يعني صوت متحرك مركب that begins with the sound of one vowel and ends with the sound of another vowel بيبدأ بصوت حرف معين وبينتهي بصوت الحرف الثاني يعني مثلا زي كلمة train rain 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 راي بدأت بالإي والنهيل بإي بالاي اي لو صوت الاي rain snail 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 train 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 flot 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 bought 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 caught 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 clean 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 dream dream see 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 هو ده diphthongs اللي بيبقى عندك حرفين متحركين واربعات نيجي بقى للتدريبات بتاعت الدرس دا علشان طاولت عليب شوية mazen and the leader went to the zoo لأ هم كانوا راحين فين طبعا كانوا راحين من مدرسة mazen and the leader are friends لأ طبعا زي our brother and sister كانوا اخ واخت their father was said لأ هو كان هاني هو اللي كان سد with your father اكيد but the two children were safe كانوا في امان ايوه كانوا هم الاثنين في امان طيب one day mr ahmad our neighbor was going to ايه كان رايح to كان رايح الى كان رايح فين لازم يجب جوع ده مكان طبعا يبقى ايه going to المكان الوحيد اللي عندي لأ انا مش رايز بالتلعيب المكان الوحيد اللي عندي work كان رايح الشغل suddenly he a down he طبعا fell down يعني وقع i ran to him انا جيت عليه quickly يعني بسرعة but he was fainted fainted معناها اغم عليه يعني فقد الوعي كان مغم عليه i called for an فاتصلت بمين طبعا اللي يجي الحاقه ambulance عربة الاسعاف after a few minutes بعدها بكام دية he was taken to the nearest nearest يعني الاقرب جامي النير قريب nearest يعني اقرب ايه اقرب مستشفى to the nearest hospital لا اقرب مستشفى the story was the crosswalk ولا very kind ولا interesting ولا you seen طبعا هتبقى المقصة كانت شايقة very interesting what can what اصلا سؤال فمحد فيش عندي حاجة هنا علمت استفاهمة اللي هي اصلا هي دي فديه الوحيدة اللي موجودة the teachers are مدرسين ان يكونوا is the crosswalk ولا very kind طبعا very kind طيبين we cross at the crosswalk احنا بنعدي من على معبار المشاه we must wear ولا wears ولا wearing seat built in cars طبعا مست بيجى بعدها يا شباب فالف المصدر aware we must follow ولا cross ولا wear the road signs يبقى cross the road signs انا عدي من على العلامات ولا wear the cross the road signs احنلبس العلامات طبعا follow نتبع ارشادات الطريقة بعد كاسي يقولك i was scared when i saw that خفت لما شفت ايه طبعا مش هخاف لما شوف القوزة ولا معبار المشاه يبقى ايه تصادم او حادثة يعني حصلت فخفت لما شفتها مازين wanted to go to school but he a his leg رجله went his leg رح رجله ولا هلبت his leg ساعد رجله طبعا hurt his leg يعني رجله طورت احمد was on ولا in ولا قاتها hurry طبعا قلنا ايه in a hurry يعني في عجلة من امره in a hurry i saw a truck ولا crowd ولا snail there were many people طبعا كان في ناس كتير يبقى شفت snail حلزون ولا truck طبعا crowd معناها حجد او جماعة من الناس او زحمة يعني boats ولا trucks ولا trains can float on water بيقدروا يطفوا على وش المية من طبعا boats المراكب مع العربية النقلة لا هتغرق في المية والقطرة برضو يغرق في المية فالمركب والا يمشي على وش المية he couldn't stop because he was going to كان مقدرش يوقف لانه كان ماشي طبعا لو too slow هيوقف عادي too happy مالوش علاقة يبقى too fast كان ماشي بسرعة جدا نفس القطع تاني جاء لنا بقى ولكن مازين عن دليدا طبعا مش هنترجم احنا سنترجمنا في صفحة القبلة مازين عن دليدا are brother and sister هاني is a young man he works in a city and he goes to work by motorbike today he was in a hurry مازين عن دليدا walked to school together they crossed the road at the crosswalk today مازين walked to the middle of the crosswalk then هاني dropped through the crosswalk he didn't stop because he was going too fast مازين fell over he was very shocked هاني goes to his work buy قلنا هاني كان رايح المتسكل باي ايه buy motorbike قلت لك سؤال القطع اجبته في القطع اما حاجة ان اقرأ القطع كويس وافهمها واقرأ السؤال افهم السؤال عادي من ايه when mazen fell over he was لما مازين وقع كان حاسس بايه فين مازين he was shocked طيب why didn't هاني stop ليه هاني موقفش فين ايوه he didn't stop ليه يا باشا because he was going too fast دي رقم ثلاثة where does هاني work هاني شغال فين ارجع كده ادور على هاني شوف شغال فين ايوه he works in the city بس لحد هنا بس دي اجابة السؤال الرابع فازي ما قلت لك قبل كده سؤال القطعة اجابته في القطعة اهم حاجة انه نفهم القطعة وافهم السؤال بتاع القطعة عايز مني ايه بالزلط بكمل بقى باية التدريبات بقول لك رتب او عيد ترتيب الجمل عشان اه تعمل جملة صحيحة what طيب what a what happens ايه اللي بيحصل at the cross walk ايه اللي بيحصل على معبر المشايل اللي احنا قلنا عليه دعا طيب must احنا قبل كده must should have to كلهم بيجي بعد دايما need to برضو بتيجي بعد الفعل عطول فطالما لقيت عندك واحدة من دول بحتيجي بعد الفعل يبقى you must بيجي بعدهم بقى must وكانوا الحاجات دي برضو فعلة في المصدر يبقى we must follow ده اول ثلاث حاجات اول هنتبع ايه بقى the signs road ولا road signs طبعا road signs must follow the road signs ارشادات الطريق you برضو بيجي بعدها must وبعدين فعلة في المصدر يبقى wait you must wait for لا for الاول ما عليش for وبعدين the for the green light ولا light green لا طبعا green هنا صفة للlight فالصفة بتيجي قبل الاسم يبقى for the green light بعد كده علامات التقييم اول حاجة طبعا اول حرف capital عندي اسماء الاشخاص بتعمل برضو اول حرف فيها capital yesterday ما مش هعمل فيها حاجة وفي الاخر ده سؤال طبعا فحطه في الاخر question mark بعد كده عايزة بتكتب باريغراف من 18 كلمة عن my new bike او عجلة جديدة my father bought blue fast like my father bought me اشترالي bought me مش اشتراني bought me اشترالي ادي اول جملة it is blue it is fast i like it very much واعجباني جدا وبعد كده بقول اي كلمة امن عندك بس انا استخدمت الكلمات اللي عندي حطت كل كلمة في جملة عشان اعمل بيها جملة صحيحة وكده يكون خلص الدرس بتاع النهاردة يارب يكون الدرس اعجابكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو حدا عن سؤال اكتبوا لي في الكومنت او عطول على واتساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته